أسبوع فقط رأت عيناه نور الحياة ورأت أيضا نار التشرد والنزوح المولود عزمي من أبناء مديرية الوازعية جنوب غرب تعز حملته أمه وهنا على وه وتشردا على تشرد ثم وضعته نازحا في هذا العراء المسمى مجازا مخيما قمت حامل ولدت بعد المخيأ غربنا من الرصاص شردون إحنا من الرصاص بذا الولد غرب التبر ولدت بعد المخيأ صورة أخرى للمأساة تحكيها هذه المسنة بلحقة تكشف حجم المعاناة وما يتعرض له المدنيين في ظل حروب الميليشيات الإنقلابية التي أوصلت الموت والرعب إلى كل منطقة إحنا من المنطقة ترونة أسفل القدحة من عنزل يعني وغلقوا علينا منك ومنك وعندما رحنا نتشرد وصلوا فوقنا بالتقومات وضاء ونحنا عنا فقدوا نحنا بساعة وهربنا ما كانك وما كانك في أولادي بعثين هربوا نازل ومن بعث خلوا من إحنا وأهلنا وبعث وبعدا نفرقوا نحنا طلعنا في قبل ثاني وردوا نزلوا نحنا في قبل ثاني ولنا شهرين وهذا الثالث يعني بعدنا 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 لحد ما وصلنا هنا فالمخيّة من دينه منظمات وجمعيات خيرية تحاول هنا تقديم شيئا يخفف من وطأة المأساة والوجع المفتوح على مصرعي في ظل غياب كامل للحكومة ولجنتها الإغاثية العليا سيبوه الحوثي والمخلوع بإثم ولعناة كل هذه المعاناة التي لحقت بهؤلاء المواطنين المدنيين جراء اعتداءات عصاباتهم الإجرامية أنا من المنطقة حقا مكدحا من سفل أمكدحا وأنا تعبانوا وأنا مريضوا معي قهالة أيتاموا وأنا مضيعوا مودروا رجعت هربت لي لما أمطريك وقلسنا قالوا أهربوا أهربوا هربنا لهنا أنا واضي أم عقابي أختي كبيرة وأنا مزغيرة تتسع رقعة النزوح والتشرد يوما بعد يوم وستظل المشكلة قائمة ما دامت ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرة على نقل حروبها إلى مختلف مناطق اليمن عبدالقوي العزاني يمن شباب من مخيم النازحين بالمشاولة تعيز